محمد المشطة برضو مشارك قانوني لاتحاد الكرة. محمد بيمساء الخير. مساء الخير يا كابتن صيف ازاي حضرتك? ازاي كفنة مخبار حضرتك ايه? الله يخليك ازاي كابتن صيف بس على دكتورة مجدة. ربنا يخليك مسيح شكر. محمد لله. استاذ محمد يعني عايزين نعرف هو حضرتك النهاردة قدمته ايه? اه النهاردة احنا عملنا اشكال في التنفيذ. تمام. وعملنا دعوة بطلان. تمام. ودعوة البطلان متضمنة وقفة تنفيذ. ولكن هي يا كابتن صيف. القانون بيقول اشكال قدام المحكمة المختصة. واحنا عملنا النهاردة اشكال. واجبنا شهادات من الجدول وسلمتها في مكتب السيد الوزير. وسلمتها للشؤون القانونية في الوزارة. يعني حضرتك حضرتك النهاردة استشكلت قدام نفس المحكمة وحضرتك النهاردة اخدت الورق وديته للسيد وزير الشعوب الرياض. الاستشكال ده فنم. الاستشكال لحضرتك قدمته ده يوقف الحكم الحين النظر فيه. والله يا كابتن صيف. هو القانون بيقول بمجرد رفع الاشكال يتم ايقاف التنفيذ لحين الفصل فيه. الاشكال الاول. واحنا عملنا النهاردة الاشكال ده. وده بيعتد اشكال اول لانه من المختصم في السند التنفيذي. وفي اشكال اول واشكال تاني. ايوة. 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 من حق القول الفصل للمحكمة. لا لا انا مش قصدي يا محمد انا عايزين نفهم معلش بعد ازنك. يعني حضرك دلوقتي استشكيل. نفترض دلوقتي ان الاستشكال ده اترفض. كويس? تمام. من حق حضرتك. اذا 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 اترفض هذا الاشكال يعتبر الحكم واجب النفاذ ما فيش حاجة توقفه تاني. ما فيش حاجة اسمها استشكال تاني بقى. لا ما فيش حاجة اسمها استشكال تاني. الخطوة. الخطوة التانية اللي حضرك اخدتها. ايه بقى? دعوة بطلان الحكم. دي الاستاذ المجدى اللي تلين عليها. بصفة بصفة حضرتك عن اتحاد الكورة ولا بصفة حضرتك اه موكل من الاستاذ جمال علام. لا عن اتحاد الكورة. عن اتحاد الكورة. ايوة عن اتحاد الكورة لان من وجهة نظرنا القانونية ان فيه عوار اه في الحكم من ناحية الموضوعية فاحنا عملنا دعوة للبطلان. وانما دعوة البطلان اه طبعا ما هي ما توقفش التنفيذ عشان القانونيين اللي بيسمعونا طبعا. ولكن الاشكال هو اللي بيوقف التنفيذ. ولكن احنا بنبغي من دعوة البطلان دي ان يتلغى الحكم في الموضوع. لان يا كابتن سيف برضو انا عايز اوضح حاجة ان معظم الاعلام بيتداول في ان ان دي دعوة تزوير وان اتحاد الكورة مزور. وده كلام غلط وكلام مرفوض شكلا وموضوعا. لان هو مش تزوير. النهاردة يا كابتن سيف. على فكرة ما فيش حد يعني ولا الدكتورة مجده قالت كده ولا حد قالت كده. انا ما اقولش دكتورة مجده. لا لا ما حدش قال كده. ده هو ده طعن في الاجراءات واعتراض على الليحة. مش يعني. انا انا بقرأ كتير جدا وفي مواقع ان دعوة تزوير وان اتحاد الكورة زور في. لا دي ما فيش فقط تزوير. هي فيه خطأ في الاجراءات. ولكن برضو اتحاد الكورة هذا المجلس اللي موجود ليس لوح. لقى لان ده مجلس منتخب. جيه بعد تالي للاجراءات اللي تمت. الاجراءات اللي تمت كلها. انا برضو يا كابتن سيف عايزة اقول حاجة. هل التفوضات اللي جات من الاندية. او من مناديب الاندية. دي اتحاد الكورة لو دخل بيها. انا اعرف النهاردة اعضاء مجلس الادارة. في كل اندية مصر ولا مدرية الشباب. في كل محافظة. اتابع لها النادي بتختم الورقة ده ختم شعار جمهورية. فما يجي لك ختم شعار جمهورية على ورقة. يقول ان سيف زاهر او محمد المشطة مندوب نادي كزا. هل مطلوب ان انا اقول دي غلط ولا صح?